إذا تعطيت المنشطات واستمريت في تعطيها سوف تصل إلى مرحلة وستجدها لا تجدي نفعا لن تعمل بعد ذلك وتستمر في تعطيها وكل ما تفعله هو أنك تدمر جسمك وتسبب الضرر ولن تحصل على أي فائدة لذا من الضروري أن يأخذ الإنسان فترة راحة كل شيء له نهاية فإذا كنت تناول المنشطات منذ عشرين عام وحصلت على كل تلك العضلات ولديك هذه الشاوة هذا البرنامج برعاية إليت نايترشين هل المنشطات تعتبر خداعا السؤال هو ما هو نوع الغش؟ إذا كنت ستذب إلى بطلات الأجسام الطبيعية وليس من المفترض أن تأخذ منشطات وقمت بالتعطي إذا أنت بالتأكيد تغش لذا إذا كنت ستشترك في بطلات يسمح لك بتعاطي الهربونات وتعطيتها فهذا ليس خداعا الصحيح أنت لا تفعل شيء ليس من المفترض أن تفعله لكن هل أنت تغش أخلاقيا لأن كمال الأجسام متعلقة برفع الأوزان فهي متعلقة بضخ الدم من رفع الأوزان ولا تتعلق بحقن الهربونات لكن عبر السنوات أصبحت تتعلق بحقن المنشطات أكثر من رفع الأوزان لذا هذا هو السؤال واعتقد أن كل شخص لديه رأيه الخاص فيما يتعلق بكونه غشا أم لا لم يكن لدي المال الوفير في بداية الأمر وبالتالي لم أكن قادرا على تعاطي الكثير من المنشطات تفكيري هو مهما تطلب الأمر إذا تمكنت من تعاطي المنشطات ولم يعلم أحد وانتهى بك الأمر وأنت فاز بالبطولة تبا هذا جيد نعم أنا حقا ضد الشباب الصغار الذين يتناولون المنشطات كالمراهقين أو حتى لو أنك في بداية العشرينات أنا حقا ضد ذلك ومجرد أن تتناول المنشطات يتم غلق إفراز التسسترون بجسدك أقصد الطبيعي وبعدها ستتوقف عن العمل لذا جسدك لن يفرز التسسترون بعد الآن هارمون الذكورة وإذا أغلق إنتاج هارمون الذكورة في عمر مبكر فلن يعود أبدا إلى ما كان عليه وعندما يكون لديك مستوى ضعيفة من التسسترون تكون متعبا وكسولا ولا تشعر بأنك تريد فعل أي شيء ولا يوجد حافز جنسي فهناك العديد من السلبيات لذلك هم جدا أن تحصل على مستوى طبيعي من هارمون الذكورة مشكلة هذه الأيام هي بمجرد أن يشترك الأطفال الصغار في الجيم يذهبون لشراء المنشطات في الأيام السابقة كنا عندما نشترك في الجيم نشتري البروتين باودر هذا ما كنا نفعله مجرد أن أشترك في الجيم أحتاج إلى مكمل غذائه والبروتين الآن أصبح الأمر مجرد أن أذهب إلى الجيم أحتاج إلى المنشطات اليوم الذي يبدأون فيه الجيم يبدأون بطاعات المنشطات والأمر حقا خارج عن السيطرة التسسترون هو شيء في أجسادنا ولدنا به فهو شيء تريده أجسادنا لذا نحن نضع كمية أكثر من أكثر شيء نملكه فهذه المعلومة تجعل الأمر أكثر وضوحا هناك شيء أكثر شيوعا الآن والأطباء يصفونه بالعلاج إلا هم وهو أن العديد من كبار السن يتناولون المنشطات ليستعيدوا معدلة السسترون الطبيعي لديهم إذا تعطيت المنشطات واستمريت في تعطيها سوف تصل إلى مرحلة وستجدها لا تجدي نفعا لن تعمل بعد ذلك وتستمر في تعطيها وكل ما تفعله هو أنك تدمر جسمك وتسبب الضرر ولن تحصل على أي فائدة لذا من الضروري أن يأخذ الإنسان فترة راحة كل شيء له نهاية فإذا كنت تناول المنشطات منذ عشرين عام وحصلت على كل تلك العضلات ولديك هذه الشهوة الجنسية القوية وكل تلك الفتيات بسبب هذا وذلك خم من ماذا السلبيات سوف تعود إليك في النهاية كل شيء قابل للزوال لذا مع كل تلك الإيجابيات التي حصلت عليها سوف تحصل على السلبيات الآن ما هو زيت السيناثول لأني استمر في سماع هذا الاسم بتلك الأيام في كمال الأجسام هل تتحدث عنه؟ يقصد يسأل هنا ريتش بيانا هل استعملته؟ يقول له استعملت زيت السيناثول لمدة 12 عام تقريبا ولم أحبه إنه يجعل عضلاتك غير واضحة ويجعلها تبدو غريبة وكان مؤلم بدرجة لا تصدق يجعلك من الصعب جدا أن تتمرن أضمن لك أنك ستضطر لأخذ المساكنات عندما تتمرن لأنه مؤلم للغاية نظرية السيناثول هي أنك تحقن فيقوم بعمل تمدد الأنسجة العضلية وبالتالي يسمح للعضلات بأن تنمو بمعدل أسرع هذا عضر من يقول أنا لا أخادع ولا أستخدم استحضرات التجميل أنا أفعل ذلك لأنه سيجعل عضلات تنمو أسرع هكذا يقولون لكن هذا كله خطأ إنه لا يفعل ذلك والعديد من الناس الذين لا يدركون ذلك وهما عندما تحقن الزيت في عضلاتك فهذا الزيت يغلق تدفق الدم والأكسجين إلى العضلات بطبيعة الحال نعم إذن عضلاتك ستقول لقد طفح الكيل فهي بحاجة للتنفس والمواد الغذائية والأكسجين وأنت تمنع تلك الخلايا من الحصول على ما تحتاجه ففي النهاية تموت تلك الخلايا العضلية وأصبح حجم عضلاتك أصغر لكن بينما تحقن الزيت كل يوم لا تدرك ذلك لأنك تحقن كمية كافية لتجعل ذراعك يصل لشكل معين إذا تستمر بفعل ذلك ولا تدرك أن العضل الحقيقي يموت بالداخل وأنت تخسر تلك العضلة ولن تعود أبدا مجرد أن تموت الخلايا العضلية انتهى الأمر إذا وضعت مجموعة من الإبر في عضلة البايسيبس وضعت الزيت في ذراعك مثلا فتلك العضلة تصبح ضعيفة وأنت تذهب وتتمرن ظهر وتقوم بثلاثة مرينات سحب فتلك العضلة قد تقطع نعم في رأيي أنه شيء سيء للغاية كما للأجسام سيكون عالم أفضل إذا لم يتواجد السيناثول أبدا لكن الوضع أفضل بمليون مرة وهناك عقار يسمى نولوتيل وهذا هو العقار الجديد الذي يستعمله الناس بدلا من حقن العضلة بالزيت فإنه يسبب التهابات للعضلات وتضخم حيث تتضخم عضلاتك الحقيقية وتصبح أكبر وهذا شيء يستخدمه الناس الآن وهذا شيء يفعله اللاعبين المحترفين على المسرح الآن فيجعلوا شكلهم سيء ويجعلون كما الأجسام تبدو سيئة للأسف فهذا هو العقار الجديد النولوتيل الآن يسأله المذيع يقول له الكثير من الرياضين الآخرين تعطون المنشطات في كرة القدم وغيرها وكرة السلة هل تعتقد أن هذه المرحلة عليهم أن يشرعوا استخدام أو لا يبالو حيال الأمر ما الذي تعتقد أنهم يجب أن يفعلوه في تلك الرياضة في كمار الأجسام هم لا يقوموا بعمل اختبار للعبين ولا يبدو أن هناك مشكلة في ذلك ربما الطريقة الصحيحة هي للأمر هي أن لا يقوموا بالفحوصات ولا يجعلوها قضية كبيرة ولا نراها على الأخبار في كل يوم نعم لكن يسمع ويدركوا الأطفال ويعلموا أن لعب كرة السلة هذا يتناول منشطات وهذا المقاتل يتعطى المنشطات خمن ماذا لأن نحن نضع هذا في ذهن الأطفال المنشطات المنشطات ونخبرهم أن كل هؤلاء الأبطال يتعطون المنشطات فيصبح الطفل على علم ووعي أكثر بالمنشطات ويعلموا أن الناس تطمحوا بتناول المنشطات لذا اخبرني أنت ما هي احتمالية أن يتناول الطفل هذا المنشطات ربما أعظم بكثير إذا كانوا على علم بكل هذا نعم إذا كانت المنشطات مسموحة لم نكن لنتحدث عنها ولن يشاهدها الأطفال على الأخبار لن يشاهدوها لذا بالتأكيد أعتقد أن هذا سيكون سيناريو أفضل التعامل مع الأمر أن تتجاهل الأمر الأمر يتلخص في أن الأشخاص المستعدين لأن يكون الأفضل تحقيق حلمهم سوف يفعلون ما يتطلبه منهم الأمر نعم سيفعلون ذلك وبالتالي سيفعلون أشياء ليس من المفترض أن يفعلوها ليحصلوا على المال ولهذا يمكن أن يكون كما الأجسام عالم قبيع جدا والناس فيه غير واعين لتلك القذرات للأسف لدي صديق كان سينافس على بطولة السيد أولمبيا سابقا عندما كانت البطولة تقام وشعر بالمرض هذه قصة حقية نعم وذهب إلى الدكتور فقال الدكتور أنت ستموت نعم قالها له للأسف أنت ستموت قال عليك أن تقلع عن تعاطي المنشطات وهو كان يتعاطي المنشطات والكوكايين فقال هذا هو حلمي حلم حياتي أن أقف على مسرح أولمبيا وقد نافس في أولمبيا وحصل على المركز الأخير ومات بعدها بالسنتين للأسف لقد مات لذا هو اختار أن يموت ليقف على هذا المسرح مع علمه أنه لن يفوز بالجائزة وهنا تكمل المصيبة نعم أعني أنه كان وعيا تماما أن مستواه أقل من مستوى اللاعبين الآخرين لن ينافس لكن أن أكون على هذا المسرح اللاعب فهذا هو حلمي وأنا مستعد للموت لأجله وهو فعلها ومات وترك زوجة وأطفال وهذا مجرد مثال على مدى قوة المنشطات إنها ليست لعبة وهناك فرق كبير عندما أخذ المنشطات وعندما توقف عن أخذها ترجمة نانسي قنقر